هلو هلو اليوم راح نشوف طريقة عمل الطرش السريع طبعا هذا الطرش راح ياخد منعتكم نص ساعة الى 40 دقيقة حدا تحضروا وبنتس اليوم ممكن انه تاكلون من عندي الطرش طبعا عبارة عن مجموعة من الخضروات اي شي تحبوا انا زويت تشكيلة اخيار وفلفل بارد وفلفل حار جزر لهانة وقرنابيت ثوم وكرافس وهاي عندي ليمون وبهارات للطرشي وخل لونين ومي هس راح نيجي حاجة حاجة الخضروات كلها تغسلوها وتحضروها والتقطيع انتو شو متحبون انا لخيار اكو منا قسمتهيشي بالطول واكو خليته كامل راح اجيب جدر وراح ابدي اهم شي الخلطة مالطرشي كل كوبين مي عليهم كوب واحد من الخل وملعقة طعام ونص من الملح الخشن هي هاي تركيبة مالتنا اللي راح نمشي عليها طبعا انتو الخليط مالتكم حسب كمية الخضروات اللي راح سويت تقريبا ست اكواب من المي يعني حطات ثلاث اكواب من الخل راح اخلي عليهم الملح الخشن والبهارات اللي استخدمتها اكو بهارات مخصصة من الترشي انا استخدمت ملعقة الشاي كركم ملعقة الشاي كاري في حالة انه موعدكم بهارات ترشي طبعا تقدرون تضوقون هذا الخليط تشوفوا اذا يحتاج ملح يحتاج بهارات بعد اكثر انتو حسب الرغبة هسا ورا مخلاطتهم كلهم زيان راح اخلي الخضروات اللي عندي راح اخلي عليهم الثوم راح ابدي به من البداية بس الليمون اللي تخلوه من البداية الليمون اذا خليته هسا الطرشي راح يصار اتكمر فبالنها هي اللي نخلي هسا راح اخلي الطرشي على النار عوف يفور شوية طبعا الطرشي احنا راد يظل شوية مقارمش فما راح نخلي فترة طويلة على النار انتظر يفور اول ما يفور راح انصي شوية والوقت كلها اللي خليت بيه الطرشي على النار كان عشرين دقيقة تقريبا قبل لا اريد اسد الترشي اضيف ليه الليمون ورا مفار ضفت ليه الليمون قلبت شوية وبعدين رأسا طفيته الطرشي لما احس بيستويه طبعا انتو تقدرون يعني تطلعون من الخيار تشوفو يعني اهم شي عندي ان يكون طعمه صار طيب ببهارات بطعم الخل وبنفس الوقت هو مقارمش قوي يعني شوية اول ما راح اطفي راح اصفي من هذا الخل وراح رأسا اخليه بعلبة العلبة الان استخدمتها زجاج وبين طبقة وطبقة من الطرشي ااني خليت طبقة من الكرافس يعني حبيت ارسبة بهالشكل هذا والخل اللي درت عليه استخدمت ااني خل جديد يعني اغلب خل جديد والباقي شوية من الخل اللي فورنا بالطرشي الطرشي هذا خليت ااني بالثلاجة يعني شغلت ثلاث اربع ساعات على ما برد شوية وبعدين رأسا طلعنا من عنده كلش طيب يعني طعمه البهارات اه طعمه كله بعد الترشي يعني مقرمش مخلينا هواي عن نار وكان كل السهل وسريع جدا جربوا والف عافية ترجمة نانسي قنقر